تدفع الأمم المتحدة باتجاه جمع طرفين حرب في النصف الأول من الشهر الحالي لمناقشة خارطة طريق السلام بهدف المصادقة عليها بشكلها النهائي بعد ستة شهور من النقاشات التي تمت عن بعد بسبب كورونا وبموجب الخارطة التي يقودها المبعوث الأممي النقاشات الأخيرة حولها سيوافق طرف الاتفاق على وقف فوري وشام لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن وستشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوي ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا طرفي الاتفاق مهمتهما فتح الطرق الرئيسية إلى المدن في تعز طريق الحوبان وصنعاء والحديدة والدريم ومأرب وصعدة والجوف لتسهيل حركة البضائع والخدمات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر